شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي في اجتماع وزراء خارجية تجمع البريكس وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال كلمته أدان وزير الخارجية بأشد العبارات العدوان على قطاع غزة والتي أدت إلى خسارة أرواح الأبرياء والتدمير واسع النطاق وعدم الاستقرار في المنطقة بما في ذلك تداعيتها على أمن الملاحة الدولية في هذا الإطار شدد عبدالعاطي على مطالبة مصر بوقف فوري لإطلاق النار والتزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وضمانها حماية المدنيين بصفتها قوة احتلال مشددا على ضرورة انفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق للقطاع ومشير للانتهاكات في الضفة الغربية والقدس حيث تستمر إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن